موسيقى اهلا بكم الخامسة والنصف بدأت وفي عنوينها مبادرة ايرانية جديدة عبداللهيان يكشف قدمنا مقترحا بخروج القوات التركية وانتشار القوات السورية على الحدود اشتباكات متقطعة بين قصد وابناء العشائر اكثر من الف عائلة لجأوا لمناطق سيطرة الجيش العربي السوري في دير الزور مبادرة عينك على اختصاصك دور ارشادي تعريفي بالاختصاص الجامعي المناسب فمصدر ديبلوماسي اردني ان بلاده شكلت خلية ازمة لمتابعة ما يجري في محافظة السويداء واجراء الاتصالات مع دوائر القرار السوري ولجان التنصيق الامريكية الموجودة قرب المنطقة وايضا الحكومة العراقية وذلك بالتوازي مع مراقبة الاردن امنيا لأي تحركات على حدوده وما يجري في العمق السوري وفق تقدير خبراء واشار المصدر في تصريح نقلته صحيفة رأي اليوم الالكترونية الاردنية الى ان سياسة الاردن في ازمة السويداء هي المراقبة عن بعد لمسار الاحداث والاستمرار في جمع المعطيات والمعلومات استهدف الجيش العربي السوري بقصف مدفعي وصاروخي مقار تنظيم انصار توحيد الارهابي في محاور جبل الزاوية بريف ادلب الجنوبي في حين ساد الهدوء الحذر محاور التماس في سهل الغابة واكد مصدر ميداني غير رسمي ان وحدات من الجيش استهدفت بمدفعيتها وراجمات صواريخها امس موقع ومقر لارهابي ما يسمى انصار التوحيد في الفطيرة وفليفل وصفوهن بمنطقة جبل الزاوية بريف ادلب الجنوبي محققة فيها اصابات مباشرة كما استهدفت بالمدفعية الثقيلة مواقع الارهابيين في محيط بلدة معارض النعسان بريف ادلب الشمالي واوضح المصدر ان محاور التماس في سهل الغاب شهدت هدوءا حذرا وعزى ذلك الى استهدافات الجيش الناري الكثيفة لتنظيم جبهة النصر الارهابي وحلفائه مؤخرا ولفت المصدر الى ان ضربات الجيش المدفعية والصاروخية في محاور جبل الزاوية بريف ادلب جاءت ردا على خرق الارهابيين اتفاق وقف اطلاق النار بمنطقة خفض التصعيد شمال غرب البلاد وفي البادية الشرقية بيّن المصدر ان وحدات الجيش اشتبكت مع خلايا من تنظيم داعش الارهابي ببادية الرقة واوضح ان العديد من الدواعش سقطوا قتله برصاص الجيش الذي يواصل تمشيط قطاعات عدة بالبادية من الدواعش في المنطقة الشرقية تتواصل الاجتباكات المتقطعة بين ميليشيا قصد الانفصالية وبين ابناء العشائر في تأكيدا على اسرار هؤلاء على مواصلة الهجمات ضد الميليشيات لحين تحقيق مطالبهم واخراجهم بالكامل من ريف دير الزور لا يتوقف صوت رصاص مقاتلي العشائر عن الأزيز في أرياف دير الزور وبشكل متقطع ومترام مستهدفا نقاط وحواجز ميليشيا قصد ردا على الاعتقالات العشوائية التي ينفذونها وجرائمهم المتواصلة وآخرها قتل طفلين أثناء محاولتهما عبور نهر الفرات النزحون والفرون من معارك شرق دير الزور لا يفكرون بالعودة لمناطقهم خوفا من حملة الاعتقالات التي تقوم بها مجموعات قصد في المنطقة وممارسة الانتهاكات بحقهم ولدنا أيضا في هذا المكان ولا نرضى أن نرحل منه ما نرحل يرحل المستعمر يرحل المستعمر الأميركي مثل ما رحل المستعمر الفرنسي هذا جاء غازي حتى ينهب خيراتنا ويجوعنا ويذلنا وما في شيء اسمه شرق الفرات ونهر الفرات في شيء اسمه الدولة السورية الدولة العربية الجمهورية العربية السورية خريطة الدولة السورية الاشتباكات فوقنا هي تشيد مثل المطر الظروف فوقنا يعني خفنا تتأذى أطفالنا يعني يكفي لبيوتنهم انضررت يعني والصراحة طلعنا يعني بطرق لباسنا يعني ما شلنا أي شيء من نتقادي ونزعنا بالليال ما طلعنا لباسنا اللابسين وما شلنا معنا كل شيء ورادم يرتلون إحنا تأخذونا معهم وانهزمنا انهزمنا على العشاط وطلعنا من الشاطئ السبح ليجى أنا من قرية ذيبان أنا أطالب جميع العشائر الشرفاء وشوخة لتوحيد الصف والكلمة الواحدة لطرد ميليشيا قسد من بلادنا لأنها هي منظمة إرهابية قتلت أطفالنا وروعت شبابنا وحصلت عندنا حادثة أطفال اثنين عادوا من نهر الفرات بسبب الجوع والحصار وقتلوا بالقناصات على نهر الفرات أكثر من ألفي عائلة غالبيتهم من النساء والأطفال وكبار السن لجأوا لمناطق سيطرة الجيش العربي السوري بحثا عن الأمان لا زالوا برعاية مؤسسات الدولة والمجتمع المحلي الذي استضافهم مؤمنة بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية والمنظمات الدولية ما أمكن من مستلزماتهم تم نزوح الكثير من العوائل من الجزيرة أو من الطرف الشرقي لنهر الفرات باتجاه مدينة المياذين طبعا توجهنا نحو مجلس مدينة المياذين برفقة لجان الأحياء والمخاطر توجهنا إلى هذه العوائل لتأمين المأوى والمسكن المناسب لها طبعا قام الكثير من الأهالي بالتبرع بمنازل قامت العالم تنزح من سبب القتال والضرب بالرصاص قام يجيهم الرصاص هربت لعندنا حافين مهم شانين عايشين وأثناء دخولهم على معبار النهر انقتلوا اثنين واحد بالمياذين بطرادات واحد محقان من ضرب الكراد طبعا هذه الأصابات قسر تهجير ممنهج تعرض له أهالي الضفة الشرقية من نهر الفراد في دير الزور مع تخوف من العودة لقراهم وبلداتهم خشية من عمليات انتقام بحقهم ما يهدد بمواصلة تهجير الآلاف من أبناء هذه المناطق لتضاف إلى سلسلة انتهاكات الاحتلال الأمريكي والمجموعات التابعة له في المنطقة في المقابل تحدثت مصادر أعلامية عن دخول رتل عسكري لقوات الاحتلال التركي يضم 12 آلية وشاحنة تحمل مواد لوجستية ومعدات عسكرية عبر معبر كفرلوسين الحدودي بريف إدلب الشمالي واتجه الرتل نحو النقاط التركية في جبل سمعان بريف حلب من جهة ثانية وصل الاحتلال التركي اعتداءاته على ريف الرق الشمالي إذ نفذت قوات الاحتلال التركي قصفا بريا على محيط قرى سكيرو ومشيرفة في شرق عين عيسى بريف الرق الشمالي ضمن مناطق سيطارة ميليشيات قصد من دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية وكانت تعرضت قرى عدى ضمن مناطق سيطارة قصد لقصف بريا مدفعي مصدره قوات الاحتلال التركي ولا سيما قرى الهوشان والدبس والسراحة السقر وفاطسة والمشيرفة وصوام عين عيسى بريف الرق الشمالي على الصعيد ذاته استهدفت طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي سيارة تابعة لما تسمى قوات الأسايش بريف القمشلي شمال الحسكة ما أدى إلى مقتل أربعة من مسلحي قصد بينهم متزعم وأصيب خامس بجروح بليغة سخونة الميدان في المناطق الشمالية الغربية والشرقية تزامنت مع عودة الحراك السياسية على خط دمشق أنقرة حيث كشف وزير الخارجي الإيراني حسين أمير عبداللهيان أن بلاده طرحت على سوريا والإدارة التركية مقترحا بشأن أمن الحدود بين البلدين يتضمن أن تتعهد تركيا أولا بإخراج قواتها العسكرية من سوريا ومن ثم أن تتعهد سوريا بوضع قواتها على الحدود لمنع أي تعرض للأراضي التركية لا مضيا في أي مسارات تطبيع ولا تجاوبا مع أي حراك كان في ظل وجود قوات احتلالية على الأراضي السورية هو الخط الأحمر والثابت الذي تبني عليه دمشق مواقفها تجاه الملف الجامد مع تركيا والذي يبدو أن الحراك الإيراني الأخير حوله أخذ بالمزيد من المساعي والوساطات على المنطقة تشهد ولو استقرارا نسبيا يعقب ما مر عليها من تشويش وعواصف سياسية وميدانية الفترة الأخيرة مبادرة طهران للتوسط بين دمشق وأنقرة بعد سلسلة زيارات واتصالات إيرانية مع كل من سوريا تركيا وروسيا والتي شهد مثيلاتها سابقا الملف العالق بين تحفظات وشروط عدة بعضها قابل للحلحلة وبعضها ثوابت ومسلمات بينما يعيش الميدان أجواء متوترة تسجل الأجواء السياسية حراكا جديدا على خط دمشق أنقرة كشف عنه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مقابلة مع صحيفة الوفاق الإيرانية يقول عبداللهيان إن بلاده طرحت على سوريا والإدارة التركية مقترحا بشأن أمن الحدود بين البلدين يتضمن أن تتعهد التركيا أولا بإخراج قواتها العسكرية من سوريا في مقابل تعهد سوريا بوضع قواتها على الحدود لمنع أي تعرض للأراضي التركية في معرض المواقف دمشق بحسب عبداللهيان تقول إن لديها الجاهزية الكاملة للحفاظ على أمن الحدود السورية التركية من داخل الأراضي السورية في حال نفذت أنقرة شرطها بالانسحاب من أراضيها وأن تكون كل من إيران وروسيا بعنوان ضامن للطرفين حراك يعد توقيته جيدا على مقاس الميدان خاصة في ظل وجود مساعي غربية صهيونية مستميتة لإعادة بناء الجماعات الإرهابية شرق سوريا وشمالها بهدف ممارسة المزيد من الضغط على البلاد التي فشلوا بإخراجها من المعادلات الإقليمية ولهذا يعد الكشف عن المبادرة مؤشراً لتقدم فرص العودة إلى مسار تسوية كانت قد تعطلت بسبب رفض أنقرة سابقاً الشرط السورية نفسه المتمثلة بالانسحاب التركي من سوريا إلى ذلك جدد المتحدث باسم الخارجي الإيراني ناصر كنعاني تأكيد على أن وجود القوات الأمريكية في سوريا احتلال ويمثل إجراء غير قانوني لا يمكن اتخاذ أي إجراء في سوريا بعيداً عن رأي حكومتها وشعبها يجب على أمريكا أن تستجيب لطلب الحكومة السورية بالانسحاب من أراضيها والتوقف عن نهب ثرواتها وجود القوات الأمريكية في سوريا احتلال ويمثل إجراء غير قانوني خصص مجلس الوزراء العراقي أكثر من 15 مليار دينار لإنشاء جدار اسمنتية على الحدود العراقية السورية استكمالاً للجدار السابق من منطقة الراوي جنوب تل صفوك وفيما تفقد رئيس أركان الجيش العراقي ونائب قائد العمليات المشتركة الشريط الحدودي أكد العراق أن منظومة التحصينات الهندسية هدفها منع تسلل العناصر الإرهابية هذا وجرى عام 2015 تأسيس مركز تبادل المعلومات الرباعية الذي يضم كلاً من سوريا والعراق والروسيا وإيران ومقره بغداد بهدف محاربة داعش ويعمل المركز على تنسيق جهود الدول الأربع في مواجهة الإرهاب أكدت صحيفة الاندبندنت أونلاين البريطانية ضرورة استعادة دول أوروبا مواطنيها النساء من تنظيم داعش الإرهابي المحتجزات في مخيمات بشمال شرق سوريا تديرها ميليشيات قصد الموالية للاحتلال الأمريكي محذرة من أن الذين بقوا في سوريا من مسلحي التنظيم يشكلون تهديداً للمنطقة وتهديداً أكبر لبلدانهم الأصلية كلما طال أمد بقائهم هناك ونشرت الاندبندنت أونلاين تقريراً عن ضرورة استعادة دول أوروبا مواطنيها النساء من تنظيم داعش وأطفالهن من سوريا ضمن لقاء أجرته الصحيفة معدة التقرير مع واحدة من النسوة عادت إلى بلدها ألبانيا بعد قضاء سنوات في كنف تنظيم داعش في مخيم الهول الذي تديره قصد وذلك وفق ما ذكره موقع صحيفة رأي اليوم الإلكتروني وبعد ما ذكر التقرير أن التقديرات تشير إلى أن هناك أكثر من خمسين ألف امرأة وطفلاً في مخيم الهول أشار إلى أن إعادة النساء وأطفالهن من سوريا تثير جدلاً كبيراً فبينما ينظر إليهم البعض على أنهم إرهابيون فإن البعض يتعاطف معهم ورأى أن جميع الذين بقوا في سوريا من مسلحي داعش لا يزالون يشكلون تهديداً كبيراً للمنطقة بحث لواء محمد الرحمون وزير الداخلية مع عبد الحكيم إبراهيم النعيمي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دمشق علاقات التعاون المشتركة بين البلدين الشقيقين وأكد الوزير الرحمون على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين وأهمية تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات وأشهد الوزير الرحمون بالدور الذي لعبته دولة الإمارات في مساعدة جهود الحكومة بعملية إغاثة المتضررين جراء الزلزال الذي ضرب سوريا من خلال فرق الإنقاذ والمساعدات الإغاثية والإنسانية التي أرسلتها إلى المناطق المنكوبة وكذلك المساعدات التي تقدمها في شتى المجالات ولفت الوزير الرحمون إلى أن وزارة الداخلية حريصة على رعاية مصالح الجالية الإماراتية في سوريا وتقديم كافة التسهيلات لهم بدوره أكد النعيم عمق العلاقات المتميزة التي تربض البلدين والشعبين الشقيقين مشيرا إلى أهمية تعزيزها وتطويرها على كافة الأصعدة وخاصة في المجال الإنساني بحث وزير المالية الدكتور كينان ياغي مع وزير التعليم العالي الكوبي والتر بالوخا جاليسيا أفاق تعزيز التعاون بين سوريا وكوبا في مختلف المجالات وخاصة التعليم العالي وخلال اللقاء على هامش قمة مجموعة السابعة والسبعين والصين في هافانا أعرب الدكتور ياغي عن رغبة الحكومة السورية تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات والارتقاء بها وخاصة العلمية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمنح دراسيا متبادلة للمرحلة الجامعية شاركت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ممثلة بمدير الحراج الدكتور علي ثابت بالدورة السادسة والعشرين لهيئة الغابات والمراعي للشرق الأدنى التي أقامتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو في العاصمة الأردنية عمان وجرى خلال الورشة استعراض منهجية الشبكة وتجربت كل دولة في إطار صحة الغابات والأنواع الغازية وآليات حصر الأنواع الغازية والإجراءات المتبعة لتعزيز أعمال صحة الغابات ورسم خطة عمل الشبكة خلال الفترة 2024 و2025 وفي ختام أعمال الورشة تم انتخاب سوريا لجغل منصب معاون منصق جبكة صحة الغابات والأنواع الغازية في الشرق الأدنى توجه إلى اليونان وفدون يرأسه نائب رئيس اتحاد غرفة التجارة السورية مازن حماد ويضم عددا من أعضاء اتحاد غرفة تجارة السورية ومن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة طرطوس إضافة لعدد آخر من عمال وقال حماد في تصريح إنه سيتم في بداية الزيارة التوقيع على اتفاقية توأمة بين غرفة تجارة وصناعة طرطوس وغرفة تجارة وصناعة بيردوس بهدف عقد لقاءات تبادل أقرب وتعاون أوثق لما في ذلك من تعزيز الاصطلاة التجارية يصب في مصلحة اقتصاد البلدين ومن ثم عقد لقاءات عدة بين الوفد السوري واتحاد الغرف التجارية اليونانية والغرف الفرعية ومسؤولين يونانيين بهدف تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية القائمة بين الشركات والفعاليات المختلفة في البلدين الصديقين تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل في أغلب المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد المنخفض الموسمي الهندي السطحي المترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا وتوقعت المديرية العامة للرصاد الجوية أن يكون الجو صيفياً معتدلاً وصحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط بعض الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج وليلاً يكون الجو معتدلاً مع نسبة رطوبة مرتفعة على المناطق الغربية مع فرصة لتشكو الضباب خفيف في أجزاء من المنطقة الساحلية والجنوبية خلال ساعات الصباح الباكر افتتح في بهو كلية العلوم بجامعة البعث معرض عينك على اختصاصك الذي يقيمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا بهدف تعريف الطلاب باختصاصات كليات ومعاهد الجامعة يقدم خلاله المشرفون على كل قسم من المعرض المعلومات والشرح المفصل للطلاب الجدد الأمر الذي يسهل عليهم اختيار الاختصاص الذي يناسبهم ويرغبون به بعد ما دي المنظومة الإلكترونية للتقدم عن بعد لجميع أنواع المفاضلات بدأت جامعة البعث قبل المفاضلة العامة والموازي الخاصة بعامي 2023 و24 المستمرة حتى الثامن من تشرين الأول القادم التقدم مخصص على رابط خاص بالمفاضلة والوزارة الإلكترونيين وتشمل الفرع العلمي والأدبي والمهني والسوري غير المقيم والأجانب وذوي الشهداء والجرحة وذوي الإعاقة ومنح الجامعات نحن كجامعة أخذنا تقريباً كل احتياطاتنا لتكون أمور الطلاب معشية بشكل جيد من توفير مخابر من أجهزة من موظفين تقدر ترشد الطلاب الخطوة الجديدة اللي كانت السينية أنه نحن زودنا المراكز بأجهزة ويرليس حتى الطلاب تقدر تتمكن استخدام نتعة موبايلاتها بشكل مجاني وتقدر تدخل على التطبيق يحق لطالب الفرع العلمي تسجيل 120 رغبة على الأكثر في بطاقة المفاضلة والأدبي 60 رغبة على الأكثر كما يحق له تعديل رغباته لأكثر من مرة خلال فترة التقدم إضافة إلى اعتماد آلية الدفع الإلكتروني لاستفاء الرسوم سجلت على المفاضلة عن طريق الموقع الإلكتروني الحمد لله ما كان في مشاكل وكان الوضع تمام مثل أنا كشايف متوفر كزالة بتوب للطلاب لشان يقدموا لحالهم شخصيا جينا لهون نسجل مشان اللغات وطبعا كتير حدمونا بالجامعة مشكورين كتير لأنه عم يساعدونا جامعة البعث أطلقت خدمة الإنترنت المجاني ضمن حرم الجامعة ونوهت لعدم اللجوء للمكاتب الخاصة خوفا من التلاعب بمفاضلة الطالب كند الخضر لقناة سمى الفضائية حمص الدور الإرشادي والتعريفي بالاختصاص الجامعي المناسب هذا ما تحققه مبادرة معرض عينك على اختصاصك خلال انتلاقها في كلية العلوم بجامعة حلب بتنظيم من الاتحاد الوطني لطلبة سوريا فرع حلب وبالتعاون مع جامعة حلب بهدف تعريف طلاب جامعة حلب بالاختصاصات الجامعية التي تتناسب مع رغباتهم والدرجات الحاصلين عليها ليتابعوا تحصيلهم العلمي افتتحت جامعة حلب بحضور الدكتور ماهر قرمان رئيسي الجامعة وعدد من العمداء الكليات معرض عينك اختصاصك الذي يقيمه الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في كلية العلوم بجامعة حلب طبعا عتادت جامعة حلب ان تتعاون مع الاتحاد الوطني الذي نظم هذا المعرض من اجل عرض كل ما يتعلق بالكليات العلمية والادبية في الجامعة وشرح الاختصاصات الموجودة فيها بالاضافة الى مخرجات هذه الكليات التي يتم شرحها للطالب المحتجد لكي يضع في فكره التخصص الذي يرغب بالانتساب الى هذا عينك اختصاصك هو معرض تخصصات الجامعية بعد الحصول على الشهادة السنوية من اختلف تخصصاتها عم يقيم الاتحاد الوطني لطلبة سوريا في جميع الجامعات الحكومية تعريف عن اختصاصات الجامعية طبيعة السنوات الدراسية طبيعة الماجستير طبيعة الدراسات العلية تختلف من كلية لأخرى لذلك الاتحاد الوطني لطلبة سوريا اطلق تمام هالمبادرة على مستوى كل الجامعات بالاضافة لوجود فرق دعم تقني بالاضافة هالسنة كانت مفاضلة مفاضلة مركزية فلحنا كان في عنا فرق تطوعية بمختلف تخصصات لدعم اي استفسار الجمالات الطلبة المعرض يعد مبادرة سنوية ينظمها الاتحاد بالتزامن مع انطلاق مفاضلات القبول الجامعي ويتضمن سبعة وعشرين جناحاً للكليات الجامعية والمعاهد التقنية ويحتوي على وسائل الإضاحة اللازمة وعرض لمشاريع التخرج النوعية والمميزة المعنية بتقديم خدمات للطلبة خلال مسيرتهم الدراسية حتى يكون للطلبة رؤية واضحة عن آلية التفاضل والدراسة بالكلية نحن موجودين بالساند كلية للوم معرضة هناك اختصاصك لتعريف طلاب عن الكلية واختصاصاتها ومجالات بسوء العمل بعد التحرط ونتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة المنتشرة بالبيناتهم بالمجتمع بالعادة طبعاً نحن هون واجبنا وهدفنا بالمعرض هذا بالساند انه نعرف الطلاب المستجدين سملائنا اللي خلصوا اجتازوا الشهادة السنوية العامة نعرفون عن كلية الطب البشري ايش هي كلية الطب البشري؟ ايجابياتها وسلبياتها واشتون ننقضي هذه السنة سنوات فيها وضرية الاختصاص طبعاً بعد ست سنوات طبعاً نحن هون موجودين متواجدين حالياً حتى نعرف الطلاب اكتر على الكلية وشو فيها اختصاصات فيه ناس عندما يقول الرسم وفكرة انه فقط عنا رسم بالكلية لا نحن في عنا كتير اختصاصات ممكن يستفيد منها وممكن بالحياة العملية يستفيدوهن منها التفاعل ايجابي حسب رأي الطلبة حول المبادرة فالجميع نوهوا بانها فرصة جيدة مكنتهم من التعرف اكثر على اقسام الكليات والاختصاصات فضلاً عن تعاونهم للاجابة عن الاستفسارات الخاصة بآلية التفاضل والتسجيل الكترونياً فيما تستمر فعاليات المعرض لخمسة ايام متتالية قناة سمى الفضائية كنان علوش حلب الشهباء وفق مجلس محافظة دمشق على عدد من التوصيئات تضمنت ضرورة توفير المواد المقننة في صالات السورية لتجارة لتوزيعها على المواطنين عبر البطاقة الذكية وضرورة التدخل الايجابي بشكل حقيقي من السورية لتجارة بكافة المواد بسبب ارتفاع الاسعار الكبير في الاسواق كما اوصى بزيادة انتاج اسطوانات الغاز المنزلية لتلبية احتياجات المواطنين وتخفيض مدة الرسالة الى خمسين يوما كوننا مقبلين على فصل الشتاء واستبدال قرارات الاغلاق للأفران ومحطات الوقود بغرامة مالية كون الاغلاق يضر بالمواطنين كما اوصى بتحسين جودة الرغيف في أفران دمشق من حيث الطحين والخميرة واعتماد نظام الفوترة بالمحال التجارية والاسراع بعملية الربط الالكتروني وفق مجلس ادارة صندوق التخفيف من اثار الجفاف والكوارث الطبيعية خلال اجتماعه في وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي على تعويض المزارعين المتضررين في محافظة السويداء نتيجة هطولات البرد في 29 من ايار الماضي والتي اثرت على محاصل التفاح والشعير والقمح واللوز والزيتون واكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قتنة خلال الاجتماع على ضرورة ان يقوم الفلاحون بالاعلام عن الضرر خلال اسبوع من حدوثه ليتسنى للجان الفنية اجراء الكشوف وحصر الاضرار ورفع الجداول خلال مدة لا تتجاوز الشهر من تاريخ حدوث الضرر وصرف التعويضات باسرع وقت ممكن نهاية النشرة نشكر لكم طيب المتابعة بامان الله اشتركوا في القناة